الى الشرطة الفرنسية ليه الشرطة الفرنسية؟ لانه النهاردة الحقيقة سمعنا خبر احنا كلنا عدنا نسأل بعض هو يعني خبر غريب جدا من نوعه يعني انه رئيس الانتربول اتخطف انتربول هو البوليس الدولي فلما يبقى رئيسه يتخطف او يختفي فجأة وما حدش يعرف حاجة عنه ويكلموا اسرته في الصين يعني الاسرة ترد عليهم تقول لهم لا احنا ما نعرفش حاجة عنه من اخر سبتمبر فقصة الحقيقة كلها على بعضها غريبة جدا فرنسا فتح التحقيق لانه حضر لكم عارفين ان مقر الانتربول الرئيسي موجود في فرنسا ففتح التحقيق في اختفاء مينج هونجوي رئيس الشرطة الجنائية الدولية الانتربول وفي مصادر في الشرطة هناك قالت ان عائلة وفقدت الاتصال به يعني ساب مقر الانتربول في ليون الفرنسية ومفروض انه طالع رحلة اسبوع للصين هو صيني فراجع الصين بنده اسبوع ما ظهرش بعد كده هو عنده 64 سنة وهو كان مسؤول بارس في الحزب الشيوعي في الصين وانتخب رئيس الشرطة الدولية الانتربول من سلاتين وتم التحقيق خلاص فتح التحقيق في اختفاءه لان مراته بالفعل راحت الشرطة تبلغ عن غياب زوجها رويترز قالت انه في تقارير بتقول ان الاختفاء سمته اختفاء مزعوم فدي برضو حاجة مش مفهومة اوي رويترز برضو لماذا تصف او قد تصف الاختفاء بانه اختفاء مزعوم واللي اغرب كمان انه ما قيل انه من الانتربول انه دي مسألة تخص السلطات المعنية في كل من فرنسا والصين يعني الانتربول هنا مروش علاقة بالموضوع هو صحيح رئيس الانتربول لكن دي حاجة قد تكون شبه جنائية ممكن يكون تخطف او اختفاء او ما الى ذلك فالكلام لسه كتير جدا ما حدش عارف ايه التفاصيل لكن المؤكد انه الخبر الاغرب النهاردة اللي الناس تكلمت عنه هو اختفاء او خطف رئيس الانتربول فصعبة شوية دي الحقيقة ربنا يعني يرجعوا بالسلامة ان شاء الله اشتركوا في القناة